يجري التخطيط هنا لإحضار رافعة لرفع روبرت باتلر الذي يبلغ وزنه 1200 رطل تقريبا المريض اتصل بأحدى مؤسسات الرعاية الصحية وأخبرهم أن سريره انكسر وأنه لا يتلقى الرعاية الكافية لا أستطيع فعل ذلك بنفسي إنه مستحيل نقل باتلر إلى مؤسسة للرعاية الصحية من قبل وسيحتاج نقله مرة أخرى إجراءات خاصة قوات المطافئ بنت سلما خاصا لباتلر يصل إلى سطح محل سكناه وسيجري إعادة توسيع الباب المطل على غرفته وسوف يوضع في حاوية معدنية ويرفع من فوق أربعة طوابق بالرافعة وسيجري نقله من فوق البناية يقول باتلر إن مؤسسة الرعاية لم تقدم له خدمات كافية ولا يعرف إلى أين سوف ينقل قبل عشر سنوات كان يتساءل باتلر لماذا لا تقوم الجهات المسؤولة بدفع تكاليف إجراءات عملية جراحية له في معدته لتساعده على التخفيف من الإدمان على واجبات الطعام من الغريب أن تدفع الحكومة لشهريا لأعيش ولا تساعدني للتخلص من المشكلة باتلر يتمنى أن يجري جراحة المعدة التي ستخفف إدمانه على الطعام ويقول إنه يفضل الموت على سرير الجراحة بدل الموت على سريره الشخصي ترجمة نانسي قنقر